بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث الرحمة أمه ده ما زلنا يوم الحد بنقعد ونتفقد بيوتنا نتفقد بيوتنا عشان نطبق قوله وتعالى ماذا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ونحاول نعيش بقى في الطريق اللي اتفتح لنا بمدد ربنا سبحانه وتعالى لما بشرنا إن أي مشكلة زواجية أو أي شيء زواجي فهو محل نظر الله فهو فيه مدد عشان نحله ونقدر نتجاوزه فأي تحدي من التحديات الزوجية مفتوح ليه الأبواب لحله إذا إحنا ركزنا واستيقظنا وتعملنا معاه وعشان كده بنخلي يوم الحد هو يوم التوافق للوصول إلى السعادة التوافق ليه؟ كل المشكلات اللي عندنا والتحديات نضع على الترابيزة وتناقش فيها وإحنا معانا مدد ربنا سبحانه وتعالى وكمان العلم اللي بيسعفنا إزاي نعمل إجراءات نخرج بها من الأزمات إلى الهبات الربانية سبحانه وتعالى تعالوا نشوف النهاردة عندنا إيه؟ النهاردة عندنا تحدي شوية بعض الناس مش هياخدوا بالهم منه لكن تحدي مهم جدا 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 بيحصل في الزواج كتير قوي بخاصة أن بيئة العمل بقت بيئة متسعة جدا فبيبقى عندنا تحدي مع شهور قوي 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 هو تحدي زواج الأستاذ والطالبة أو المدوير والمرؤوسة النوع ده من النمط ده من أنوات الزواج في كتير بيحصل أنه يبقى موجود وده بيخلينا نقول أن ده تحدي وهو اختلاف الحالة ما بين حالة الشغل مع العلاقة الزوجية في بعض الأحيان بيبقى الزوجين مش فاهمين الاختلاف ده ومش عارفين أن الاختلاف ده لابد أن احنا نرعي ونرعي وضعياتنا في البيت كأزواج اللي بتختلف عن وضعياتنا في العمل كرئيس ومرؤوسة أو أستاذ وطالبة الزوج كأنه قائد للزوجة فبتتزوجه لأنه بينهم معنا واحد في شيء مشترك بيربطهم وهو العمل كنا بنشتغل مع بعض وهي طالبتي وأنا أستاذها فكان بيننا فكرة وعمل مشترك بيجمعنا معنا لكن كلها كانت موجودة في العمل وكأن وكمان دوت لو كان بيحصل كمان في الغربة كمان الغربة كمان الإنسان بيدور على أي معنى بيجمعه بأي حد فممكن تلاقي أن هم حاسين كمان أن هم بيساعدوا بعض وبيشاركوا بعض فبيحصل تقارب أكتر ممكن تكون مش بس المساعدة والمشاركة اللي بينهم بس لا ده كمان في نفس الوقت بتشاركني في باقي حياتي ده الفكرة اللي بتجيله لأن ده يخليه الأمور عندنا أسهل في الحياة وفي العمل ده الفكرة اللي بتدور في عقل الزوج واللي بيخليه يدفع إلى الزواج بهذا النمط الزوجة بتقول إيه؟ بتنظر له على أنه مش بس مدرها لكن كمان على أنه أبوها ومثالها الأعلى لأنه في الغالب بيبقى في فترات النضوج في الأربعين سنة وما بعد الأربعين فهو في شكل يملى العين ويملى الوجدان شكل الأب الحكيم اللي بيقدر ياخد قرارات ويسير الأمور بشكل صحيح لكن بعد الزواج الأمور بتتغير إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم الأمور بتتغير فكل اللي كنا بنفرح به من تعاون ومسندة ابتدى يتلاشى وبقى فيه عناد ورفض لسلطة الزوج من جانب الزوجة اللي ما كانتش سلطة لكن محاولة للترشيد والتوجيه بيمارس نفس دور الأستاذ اللي هو بيمارسه بيمارس نفس دور المدير بأن التوجيه وتصحيح الأداء اللي هو بيمارسه في الشغل ده صحيح فيه إرشاد لكن فيه نوع من أنواع التهديد كمان أنا كنت عاوزة أحس إن هو بيحبني وإن هم مش هيستغنى عني في أي وقت زواج الأستاذ بالطالبة أو الرئيس بالمرؤوسة بيكون في مشكلة إنهم اتقابلوا في ظروف بتخلي طرف في أحسن حالة بالنسبة للطرف الآخر اتقابلوا وهم في جو العمل فهو عنده هالة هالة المكانة والمنصب والتفوق العلمي والتفوق الوظيفي والقدرة على إصدار الأوامر فبقى شكله كده براق والمرأة بتحب صورة الرجل البطل متفوق البارز كل الدراسات بتقول كده فبياخد صورة مبهرة كده وإيه اللي حاصل وبتلتفت للحاجات وبتلتفت للحاجات البراقة دي وبتلتفتش اللي وراء الصورة دي هو إزاي بقى بيتعامل في الأشياء العادية في حياته مش باينة دي لإن احنا طول الوقت عندنا أشياء زي بيسموه كده كريتكل أشياء حرجة في الشغل بنعملها فما فيش الأشياء العادية مش باينة تفاصيل فيها وهي نفس الحكاية عندها هي طالبة أو مرؤوسة فشايف زكائها وتقلقها ونبهتها وسرعة حركتها ومساعدتها واستجابتها في الطلب لما بيطلبوا فبتظر أفضل صورة عندها ويا جاي العمل في أبها صورة وفي أفضل صورة عشان ترضي من يقوم بالإشراف عليها أو بالنظر إليها في العمل هم الاتنين بيقعوا في حاجة أنا بسميها خداع الصورة كل واحد رسم الصورة للتاني الصورة دي تليق بمكانته في العمل لأن كل واحد في أحسن صورة ممكنة لي وهو في العمل لكن لما لأن ده للبيت فالموضوع بيختلف ما فيش بقى رئيسه مرؤوس ولا أستاذه تلميذة في زوج وزوجة فالعلاقة هنا مختلفة فالعلاقة هتأخذ أشكال أخرى وهيزة كل طرف بطبيعته